بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يروي آية الله السيد حسين تستغيب قدست روحه الزكية أن عائلة كانت تسكن في بلاد الغربة وفي يوم من الأيام فقدت هذه العائلة جميع جوازاتها نتيجة سارق قد دخل في بيتهم وأخذ مع المال جميع الجوازات ولذلك ذهبوا إلى سيد هذه المنطقة الذي كان يمثل رجل دين في منطقتهم في بلاد الغربة فقال لهم هذا السيد ما عليكم إلا أن تتوجهوا إلى السيدة أم البنين عليه السلام وأن تصلوا الصلاة على محمد وآل محمد مع تعجيل الفرج نيابة عنها وتهدون ثواب هذه الصلوات إلى صاحب العصر والزمان سلام الله عليها قولوا مئة مرة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم نيابة عن السيدة أم البنين لصاحب الزمان ولحفظ وجوده الشريف فما إن قالوا هذه المئة مرة حتى قبضت الشرطة على هذا السارق وأعادوا لهم المال مع الجوازات ولذلك كان آية الله السيد حسين تستغيبة يكثر من هذا الذكر مع الصلاة على محمد وآل محمد وتعجيل الفرج وإهداء هذه الصلوات لصاحب الزمان نيابة عن السيدة أم البنين لحل المشاكل العويصة جربوا ولا تشكوا صباحات ولائية أمين محمد إذاة الروضة الحسينية المقدسة ترجمة نانسي قنقر